اشتركوا في القناة من نهار اليوم الخميس أسدا بطريق ايت بولمان بجماعة تاكلفت التابعة إذاريا لإقليم الزلال وذكرت مصادر محلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن شخصا آخر يعمل حارسا لإحدى شبكات الاتصال تحدث عن رؤية حيوان أشبه بالأسد أثناء مروره بطريق ذاتها خلال توقيت نفسه تقريبا دون تأكيد الخبر بشكل كلي وعلي ملد هسبريس أن سائق سيارة الإسعاف الذي كان في طريقه لنقل مرأة مريضة نحو مستشفى مركز ساكليفت أبلغ السلطات المحلية والدرك الملكي بالحادث لافتا إلى أنه رأى أسدا على بعد حوالي 700 متر في حدود الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الخميس وأوضحت مصادر مطلعة لهسبريس أنه بناء على إفادة السائق انتقلت السلطات المحلية وممثل والمياه والغبات وعناصر دركية تحت إشراف قائد المركز التورابي لتاكليفت وأفراد القوات المساعدة إلى منطقة أيت بولمان حيث تم تمشيط المكان دون العصور على أي آثار تؤكد رواية الشخصين المذكورين وأضافت للمصادر ذاتها أن الخبر صنفر عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية التي تابعت الموضوع منذ الساعة الواحدة والنصف تقريبا من نهار اليوم قبل أن تعقيد اجتماعا مع كافة المعنيين بغرض الانتقال إلى عين المكان والقيام بها المتعين